السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكدار يلبس عليكم تمنى تكونوا على خير وبخير. واتمنى الفيديو ديلي وصلكم بأحوال جيدة ان شاء الله مرحبا بيكم في قناة مومانية ومرحبا بيكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة ومع ماسك جديد ليوم في الفيديو غد انشارك معكم ان شاء الله وحد الماسك لتبييد المناطق الحساسة تحت طالب ديليو واحد الأخت واحد المتتبعة وطلبات ماسك لتبييد المناطق الحساسة سمحي ليا تعطلت عليك واحد شوية يلا وجيت الماسك وما بغيتش ندير لك شي حاجة اللي هذا بغيت ندير لك شي حاجة اللي زوينه وتعطيك واحد النتيجة اللي مرضية وبغيت دائما الوصفات اللي تتقدم لكم ما مهنية دائما يعطوكم واحد النتيجة باش بقوا دائما ديرين الثيقة في الوصفات ديال ما مهنية واي وصفة عطيتها لكم غادي نديروها بكل ثيقة الوصفات اللي خيبين ام يعطوكم لا نتيجة لاتاي مهنية دائما غد ان hasnوا ما غادينش جربوهم ما غاديستعملوهم يعني ما غاديش ديروا فيه التاقة من الاحسن دليكم وصفات اللي زوينين ووصفات اللي ديراهم انا ومجرباهم انا وعاطيني واحد نتيجة باش يعطوكم تنتمو واحد النتيجة اللي مرضية وتفرحو واعجبكم الحالة ديك الساعة من اللي غاديستعملو هاد الوصفات ان شاء الله ولكن الوصفة طبيعية كيفما تتعرفوا رت يعطي واحد نتيجة في البداية وتيبغيون مداومة باش يعطونا واحد النتيجة دي المية في المية مش نديروهم غير مرة ولجوش المرات رمغادينش يعطونا واحد نتيجة مية في المية من الاحسن تبعوا الوصفات الطبيعية رماء زوينين ما فيهم لا مواد كيموية لاتشي حاجة يعني مواد لي طبيعية نتبعوهم وهديك السعار غادي يعطونا واحد نتيجة اللي مرضية واللي بقي متقابوناش في قناة ديالي مرحبا بيتقابونا وفعل زر الشراك باش يواصلوا كل جديد ان شاء الله وتمغي نشكر الاخوان على الدعم ديالهم متواصل قناة ماما مهنية شكرا اليوم بزاف وشكرا علي. العلاق زوينة اللي تي خلي وليها وتحية الجامع بالون يصري الجامع بدون استتناء합 بالنس ليجاو من عند ما مصالحة. شكرا لك ما مصالح والدعم ديالك القناة ماما هنية بدون مقابل شكر إليك اللي يجزيك بخير. والله يجعلك في ميزان حسناتك إن شاء الله. وشكرا ومرحبا بالنس. اللي يجاو من عندك وشكرا هى اللي هم وش��لكم على التعاليق ديالهم وشكل اليوم على الدعم ديالهم القناة اه يا مهنية jabal give me and me to other generous товарищ ولا الاخوان هذه المغاربة ولا اي ولا مصريين ولا توانسا ولا عراقيين لاي واحد جا من عندك مرحبة والف مرحبة وشكر ليي على الدعم دياله القناة مهنية و عي чем難 transport وشكر لكم على السؤال على مهنية شوية ارا انتم عارفين ان الانسان ليتيكبل رات صحة وشكرا لهم على التعاليق ديالهم وشكرا لهم على الدعم ديالهم القناة ماما هنية للشعب الجزائري ولا الإخوان ديولي المغاربة ولا مصريين ولا توانسا ولا عراقيين لأي واحد جاء من عندك مرحبا وألف مرحبا وشكرا لهم على الدعم دياله القناة ماما هنية وعلى تجيع دياله وشكرا لكم على السؤال على ماما هنية رأيها شوية رأنتم معارفين الإنسان اللي تيكبر رأي صحة دياله راتت قلال شوية مره مريض مره صحيح الله يسول فيكم الخير وتهية تتلم عليكم وتتشكركم على الدعم ديالكم ليه شكرا لكم بزاف وتحية الجامعة وتنبغين تشكر الإخوان ديولي الجالية المغربية في أوروبا على الدعم دياله من قناة مو مهنية سمحوا ليه إلا سمعتوا شي صداع ولا شي حاجر أنتم معارفين راجينا على الشريح ضروري سيكون صداع دانا في الزنقة سنحاول ما أمكن صور ليكم فيديوهات لي ميكونش في مصداع ولكن دكشتي يكون خارج على الإرادة ديالي ورجع معاكم تنبغين شكور قلت لكم الجالية المغربية في أوروبا على الدعم دياله للقناة مو مهنية وعلى المساعدة دياله وعلى التعاليق الزوينة شكرا لكم بزاف خوتي الله يجازيكم بخير وشكرا لأخ تحية لأخ بلوغ لوكي شكرا لك على التحية ديالك اللي خليتي ليه في الفيديو ديالك شكرا لك خوية وشرف ليه حتى أعطيتيني واحد تحية من الفيديو ديالك تنشكرك خوية بزاف وتحية الجامع بدون استثناء إلى الإخوة المغربية ولا الشعب الجزائري ولا أي عربي في العالم العربي كله وتنشكروا وتنشكركم على الدعم ديالكم متواصل القناة مو مهنية الله يجازيكم بخير وإن شاء الله بكم غدي نطلعوا بكم غدي نزيدوا القدام وبالتعاليق الزوينة اللي تتخليوا لي يا ربيها تتشجعوني باش نتشجعوا تنود نصور لكم فيديوهات ونشاركهم معاكم ولفت لما شاركش معاكم فيديوهات ولا شي حاجات انتوحشكم البنات وتنشكر المتتبعين اللي ما عندهمش القناوات تنشكرهم على الدعم ديالهم وتنشكر خوتي اللي عندهم القناوات ومتابعيني ومعاونيني ودعمي القناة ديالي شكرا لكم بزاف أخوتي بديت معاكم وباقين معايا وباقين معاونيني بديت منهر اللي بديت ونتم معاونيني ونتم دعمين قناتي الله يجازيكم بخير شكرا لكم بزاف وشكرا الجامع بدون استثناء تنقول لكم باش توحد ما يتقلق علي شكرا الجامع وندوزوا على بركاتي الله المكونات ديال هاد الوصفة ونتمنى تجربوها ونتمنتنا لإعجاب ديالكم ورغدا تعطيكم واحد النتيجة اللي مرضية وزوينا إن شاء الله وغدا تعجبكم وغدا توليه المعتمدة عندكم وبرتاجي واخوتي القناة ديالي مع الأحباب ديالكم والأصدقاء ديالكم باش تعموا الفائدة وباش تعاونوني وباش تطلعوا القناة ديالي الله يجازيكم بخير ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو نتمنى نكون خفيفة ضريفة على قلوبكم ومنكون شكرا عليكم واختا نقوي الهضرار هتنبغي غير رحب بكم وتنبغي بغيت نشكركم لحقاش تنفرح بزاف من اللي تلقاكم خليلي يادو بالتعاليق وتتبغيوا تطلعوا لي الفيديو واد يولي باللايكات وبالمشاهدة اللي يجازيكم بخير هادك شعلة تطولت عليكم ومرحبا بكم معايا وبالنسبة المكونات اللي غادي نحتاجوا ان شاء الله باش نحضروا هاد الماسك عندنا هنايا نشا كما تتعرفو انشا راه مبيد عندنا هنايا نشا الناس اللي ما تتعرفوش انشا وعندنا انا مستعمله هنا نيدو مش بدروري انتو ما تستعملو نيدو اي حليب مجفف عندكم استعملوه وعندي الحامض وعندي زيت زيتون وعندي مورد كيفما تتعرفو مورد راح تاوى مبيد للبشرة تاعتاه واحد تضييج والحامض تاوى راه مبيد ولكن ما خسناش نديروه في الشمش غير اللي حقاش عندنا سميته غير في المناطق الحساسة يعني المناطق اللي مضرقين على الشمش ما غدينش يتعرضوا للشمش واول حاجة غدين بدووا بها قبل ما غدين نطبقوا هاد الماسك وقبل ما نستعملوه غدين نديرو تقشير البشرة دياننا اول حاجة غدين نديرو التقشير وبالنسبة التقشير غدين نديروه في السمانة ثلاثة ديال المرات تديرو التقشير ديرو بالقهوة وبالحامض غادي نديرو مويم عليها تشكل نشيئ ناخدوه بحلقة طرف ديال الحامض و غادي نديروه بحلقة في القهوة سوف نضيفه بحلقه على شكل دائري سوف نضيفه بحلقه على شكل دائري سوف نضيفه ثلاثة ديال مرات في الأسبوع سوف نضيفه على شكل دائري سوف نضيفه بماء دافي سوف نضيفه سوف نضيفه بطريقة الوصفة سوف نضيفه تلائكة ثلاثة ديال المعالق سوف نضيف القياس اللي سوف نضيفه في الأسبوع سوف نضيفه في تلاجر سوف نضيفه يوميا اما نديروه كل ليلة والصباح نغسلوه اما نديروه نصها ونغسلوه مهم غدي تغسل بالمدافئ ان شاء الله انا را عندي واحد هوا مصيبة حلقة تيجي على شكل كريم انتم ما غدي نتشوفوا معايا وغدا ندير ثاني كلاتة ديال المعالق ديال انشاء حلقة وغدا ندير زيت الزيتون تهوشي ثلاثة ديال المعالقات باش يتجمع لي هاد ندير هاد شي كامل هاد هو مهم ثلاثة ديال المعالقات سوار وغدا ننصر معايا الحامض على هاد الشكل وغدا نخلط عادة فاش غدا نزيد المورد ونشوفش هال القياس اللي غدا نزيد حلقة هتيجي على شكل كريم زوين بزيف هاد كما تتعرفون نيدوره مبييد الناشا مبييد مورد الحامض تيجي واحد تضييد القهوة تيجي را زوينة نديرو بحلكة نديرو بحلكة نديرو جاد واحد معايا القاول لاجوجة صغر باش نكمله الماسك ويتطلق لينا نشوفو بلقرب هذه الساعة نشوفو واش نزيدو ولا لا بحلكة على هاد الشكل حيث ما يجي يجي متماسك بزيف وما خصوش يجي متلوق بزيف يجينا بحل الشكل ديال الكريم غدا نزيد واحد شوية ديال المورد ثم را عينكم ميزانكم موين تدخلطوا المكونات كاملة حتى تزيدو المورد باش تعرفوش حل غدا نزيدو باش ميجيكم شادك الماسك نطلق حلقة على هاد الشكل ازوين بزيف فات الماسك وفي هذهو نتيجه نزيدو الماسك ولكن كيف ما نقول لكم الوصفات طبيعية في كلهم تيبغيو المداوامه نزيدو نكمل شوية حمد ديال الحامد حمد باش عملوش البنات هذا الوصفة اللي مجيه ديالكم زجدو راح تدريد في هاد الحامد رانتو معارفين الحامد معشمش راتي بالعكس بغيتوا تغسلوها على الوجه ديالكم تغسلوها في الليل والصباح تغسلوها مزيان تغسلوها غير شن الساعة والصباح تغسلوها مزيان ان شاء الله بالصابون مزيان مايجيش متماسك ومايجيش متلوق هذا هو الماسك ديالنا ديال اليوم انتمنى تجربوه انتمنى هنا الاعجاب ديالكم انتمنى الاخت اللي طلبت مني هاد الوصفة تعطك واحد النتيجة اللي مرضية وتعجبك هاد الوصفة وان شاء الله راه غدا نشارك معك جوج وصفات وحدين اخرين انا قلبتلك على وصفات اللي يكونوا النتيجة ديالهم زوينة ويعطوك واحد النتيجة اللي مرضية ويفرحوك ويعجبوك اختي وسمحي لي احد تعطلت عليك ما شاركش معك الماسك بسرعة رابقيته شبتلك ماسك اللي زوين وهذا الماسك هوا انا احتق انا رانا غدا نشجع بعضياتكم را قلتها لكم في الماسكات غدا نشجع بعضياتنا نديرو كاملين غدا نديرو الماسكات اي ماسك درناه نديروه كاملين ان شاء الله باش يعطينا واحد النتيجة انتالوه في روسنا ودابة غدا نديروه بحلكة في حك نديروه نحتافض بيه في تلاجة وتبقى تديروه يوميا مهم تحتافضوا بيه لمدة أسبوع وتعاودوا تديروا واحد آخر تخلوش يطول في هذا واحدث ارتكب بلاس زيت زيتون إلا عندكم زيت اللوز يستعملوا زيت اللوز ما عندكم ش ديرو غير زيت زيتون را تهوزوا حالكة تقولي على شكل ماسك على شكل كريم عفوان حالكة حالكة تطبقوه وتخلوه الساعة وتغسلوه بالمدافي ولا تخليوها ليلة كاملة والصباح تغسلوه بالمدافي. سيعدى واحد رطو بي البشرة. ستولي البشرة رطبها. انتو بحركة تدخلوه في الماء صبح عليك. تدخلوه في المنطقة اللي بغيتو تديرو شركة بيكم وش الكوعين وش المناطق الحساسة وش تحت البيطان ديالكم مهم في اي بلاسة بغيتو تديروه رازوين بزف تحت واحد النتيجة اللي زوينا بزف وكان هذا والفيديو ديالنا دياليوم تمنينا الاعجاب ديالكم ونتمنى عفوا نتمنى الوصفة ديال اليوم والماسك دياليوم ينال اعجاب ديالكم وتجربوه يعطيكم واحد النتيجة اللي مرضية اللي غدا تعجبكم ان شاء الله اردو عليها ديك سعال اخوان في تعاليق ونعجبكم هاد الفيديو خليو لي الاراء ديالكم في تعاليق ونتنسونيش من اللايكات اللي تجعوني بهم كيف ديما وبارتاجيوا هاد الفيديو مع الاحباب ديالكم من الاصدقاء ديالكم والعائلة ديالكم بارتاجيوا باش تعوم الفائدة ان شاء الله وكل شي استافد ومتنسوني من الدعاء ومgos حدثت في Legend Kayce ومتنسىمنى دارائنكم دمممین جاك قنات الا من على ما ارسالنا فقط اعطيتنا المادي بالاعلاج واني غادي مستفدنا كاملين عفوا وإلى اللقاء مع السلامة حتى الوصفة جديدة أو ماسك جديد أو الأكلة جديدة نتمنى المحتوى دي القناة ممهنية دائما يكون عد حسن نظل الجميع ومع السلامة إلى اللقاء في أمان الله إخواني أخواتي